وباقيكنا النوارين. وان شاء الله ده احنا نتكلم على الكورس الولي انتربنشن في خلال ساعتين. الكورس ده يا جماعة من الكورسات المهمة جدا جدا عمليين في مجال البترول. هو طبعا فيه شهدتين. فيه شهادة انجليزية اسمها اي دابيو سي اف والي انتربنشن. دي طبعا الولي انتربنشن عموما بيبقى مهم جدا الناسة الشجالة في السيرفز زي هالبيرتون وشتنبرجير وباكر وكل الشركات سابسكو سيكنافتا الشركات اللي هما شغالين في السيرفز كلهم. الكورس ده مهم جدا من نسبة له. وبعض المهندسين الانتربنشن اللي شغالين في مجال الورك اوبر. بينطلب منهم انتربنشن بالتحديد من شهور كحافية. الشهادة يا جماعة منها شهدتين. فيه شهادة منها انجليزية اللي هي الهدامي سيف. ودي بيكون فيها اتنين مليون المنداتري اللي هما وبعد كده بتختار واحد او اتنين او تلاتة او تختار اتنين من التلاتة او التلاتة كلهم اللي هو واسماني. بس من لي لازم تدخل مادتين اللي هما الوقت بتاع كل انتحان بيبقى تمانية وعشرين سؤال بتتحاله في خمسة وترتين دقيقة. وبتنتحن كل الموديول زي اللي انت اخترتها في نفس اليوم. كله في نفس اليوم يعني. فيه بريك سغير ما بين كل مادة او التانية. معدل اللي انا كلم عليه النهاردة ان شاء الله. دي ستة واربعين سؤال فيه اكثر من ساعة ومص تقريبا. مش مزكرة الوقت بالزبط. طبعا لازم تنجح على القلب من المادتين الاجبار اللي هما وبعد كده لو حتى اجحت في مادة واحدة منهم ممكن بتعيد اي بقى حاجة تانية. لو لقدر الله جب تقالي من سبعين في المية. طبعا ما جهت من سبعين في السبعين. بتعيد المادة في نفس اليوم. اااا وطبعا ما شهادة دي ما ليس حد يقدر يكمل الشغل في اي مكان في العالم هوا معين شهادة دي. اي حد اي شباب في السبس او في الكنر اللي هو اللي هو شجاب في الوركوفر بالتحديد. الشهادة دي في منها شهادة كمان ااا آ انجليزية امريكية اسمها اسملة الكورس الهولد زي ما احنا قلنا الناس العكباري والحشر اسميته الخامسة كورس المختلفين. الكورس الاول اسمت dispersed التالي اسم water supervisor والتالت DAN الكمدية كوروز و في يعني Moses جمع rhine which was one of two or two where is the вопрос Deutsch من ميت المتابrzeش المتابiration الشغلين في الورق كوروز دabbatro جماعة الموضوع على الكلمة ايه النهاردة هو اللي بيخص مادة في وهو برضو اللي بيخص آآ وداخل في كل موديول زي بالاستثناء في كل موديول زي بالاستثناء داخل فيهم المادة اللي كان عيه النهاردة اللي هي دي ان شاء الله دخلها في كل الكورسات بتاعته ودخلها وهي مادة اساسية في كورس الوال اي دابيو سيف. ازا هي مادة مهمة جدا جدا. لو احنا جدنا نقسمها. هنقسمها تقريبا خمسة آآ مهمين جدا. الطبك الاولاني والاهم هو بتاع او بتاع اللي هي بتاع الحفر اللي خدناها في الول كنترول. اللي هي وفيه طبك تاني من اسمه وفيه طبك اسمه انواع البرير والتستنج بتاع البرير ومنهم طبعا البيو بي. آآ وفيه كمان طبك خاص بالانفلو تست. آآ ده برضو ليه عليها اسئلة في الموديول ده هوت. وفيه كمان شطنج آآ بروسيديورز دوابير بينتك فلوينج أو بروديوسينج ويل. وانت عاوز تقفلو. تقفلو ازايك لإجراءات قفل صحيحة. هل تقفلو من من الكريس مستري ابر مستر ولا من السواب ولا تقفلو لايم. وهل تقفل الغالب بسرعة ولا ولا ببط. ويحصل ايه لو انت قفلت الغالب بسرعة. وهو مش مخصص ان هو يتحمل نتيجة الفلول عالي. كل دي خاصة بتاع الشطن آآ احنا كده قولنا. وفيه كمان آآ الجاز بيهيفيور. الجاز بيهيفيور اللي هو الجاز ميجريشن والجاز اكسبانشن. هي نفس الفكرة بتاعة الجاز بيهيفيور بتاع الويل كنترول. الجماعة اللي حاضر الويل كنترول او كده. انما في فرق بسيط. ان عادة احنا لما بيقتل بيكون الانيولاس معزول تماماً بالبكر. واحنا عاوزين نقتل اللي فيه غاز او جاز بس او قيل بس. فعادة بنقتل او بطرق اخرى نتكلم عليها النهاردة. غير غير طرق القتل خالص. وبالتالي الجاز هو الجاز ميجريشن ولكن بتبقى الموفمت بتاع الجاز كلها في مش في الانيولاس زي الايه زي. يبقى احنا نهاردة ان شاء الله نظراً لوقتنا. هنتكلم في مثود وهو ده المنتوبة بتاع التفصيل ان شاء الله. وناخد معاها شوية عن الهيدريت وشوية عن التستنج بتاع التستنج. خاصة بتاع التلبيه بيه. فدي الحاجة ان شاء الله ننكلم عليها النهاردة. آآ بالتفصيل بإذن الله. وناخد ونحلو مع بعض ان شاء الله. ونشوف الديزاين بتاع بتعمل ازاي? وبإذن الله في الاخر نحن نديكم بحل وترفعونا الاسئلة بتاعته على الجروب بتاع الوارس ان شاء الله. فبسم الله الرحيم. احنا طبعاً اول جزئية بس ولا حاجة بنتكلم على الستاندرد والآآ والتست فكوينسي الخاص بالبيو بي. البيو بي طبعاً سواء كان بتاع او البيو بي بتاع او البيو بي بتاع او البيو بي بتاع الدريلينج. كل البيو بيز. آآ ده الستاندرد طبعاً للتستنج. المفروض ان احنا التستنج لاكسيريا بتبقى موجودة في الوال؟ أو في ال pobreينج او في البيو بي زي مثلاً RP53 أو في effort وکول بيء بالاخر تاكير Douglas talk about checking and searching. البيو بي توب تستي فرقônسي بتاع بتاع احنا التستي فلتخبط او في البيو بي، او في البيو بي زي او في البيتاز بلستثناك thابة يعني. اللي هو بعد الän jibees مبسى سابت يعني. اللي هو بعد ال globalization هو وابني مبدأ ال sustainable operation وابند اعمل اي البي او بي. ولو هغير اي حاجة في البي او بي ستر. وفي ما تعديش واحد وعشرين يوم بحد اقصى. وان كان عالتا بيبقى كل اربع فاشر يوم بعملهم ان تست في الشركات. وطبع تست بتاع البي وبي كل اسبوع. يعني باختصار البي او بي بنعملها تست. اااا حاجة من ثلاثة يهم بعد التركيب وابل شو. يهمة لو في اي اي او او أو في إنتيرفل ما نزيتش عن 21 يوم ده الـ Pleasure Testing والـ Function Test المفروض ما يزيتش عن كل أسبوع ندعم الـ Function Test الـ Function Test براعنا القفل والفتح الـ Temporary Barrier زي مثلاً أي حاجة في الـ Pleasure Control Equipment بتاع الـ Intervention بعمل لها الـ Pleasure List برضو بعد التركيب ولو فيه Leak Insurpected وعادةً بيبقى كل سنة تقريباً بنعمل ايه Full Pre-certification للـ Barrier دو يبقى هنقول تاني ده الـ Standard بتاع الـ B.O.B. والـ Parment Barrier الـ Standard بتاعه Abundation و لو فيه Leak Insurpected والـ Temporary Barrier زي الـ Pleasure Control Equipment الموجود Record بتاعي بتاع الـ Interventions أو كان ويرلين أو Cool Cube بيبقى له معدات ويبقى الـ Control خاصة به بتركب على كريسما ستري أو لو كانت معنى برريمة دي بتعمل لها Pre-certification interval of frequency Abundation ولو فيه Leak Insurpected ده كان سلايد عن الـ Standard بتاع الـ B.O.B. وإن كان الـ B.O.B. لها Standard كبير قوي ولكن موجود في الحفر بشكل متفصيل إحنا طبعاً الفرق كله إن الـ B.O.B. يا جماعة عملنا بلها pressure test في الحفر لو أنا لسه في الـ Initial Test بيبقى الـ Pre-certification بتاع الـ B.O.B. أو will hit pressure rating أيهما أقل وفي الـ Subsequent Test تستات التالية الـ Regen Test اللي بتعمل على بريمة الحفر بيكون الـ Maximum Pre-certification بتاع الـ B.O.B. هو Maximum Anticipated Surface Pressure أعلى ضغط متوقع على راسي الـ B.O.B. ودايما الـ Minimum Pre-certification بيكون من 250-350 هنا في الـ Minimum Pre-certification الـ Minimum 1 250-350 ولكن High pressure test بتاع الـ Regen بتاعي كله المفروض يكون minimum 110% من ضغط راسي الـ B.O.B. اعتبارنا هنا بشتغل Under pressure وهناك بشتغل على هين كل الدول فهنا في الـ Intervention المكسمم 110% من ضغط راسي الـ B.O.B. اعتبارنا هناك في الحفر لو initial test يبقى الـ B.O.B. pressure rating أو working pressure أو الولهد pressure rating أي يوم أقل و subsequent test بيكون maximum surface pressure والfunction test طبعا كل أسبوع والpressure test في الـ Schedule اللي هو كل 21 يوم أو لو فيه repair أو مع ده بالنسبة ل pressure testing عادة من المشاكل من التوقس المهمة في الـ Completion هو والـ Blockage والـ Blockage بيبقى عمارة عن send بيتكون في الدير زي احنا شايفين كده في الرسمة أو scales أو paraffin أو wax حيلا بيكون mechanical blockage زي collapse في الـ Casing يعني بيكون الـ Casing من الطبع نسميها collapse لو أعمل removing blockage ممكن يكون mechanical method زي jars طعا الجار بيكون معي accelerator عشان ي facilitate الـ Action بيبقى فيه بيبقى فيه حاجة اسم ما يجيدش كتر زي الموجودة في الرسمة هنا قدامنا وده شكل ممكن يكون mechanical method chemical method زي ممكن يكون thermal method زي دي كلها أي طرق معالجة طبعا main lift scale بيتطول في الأبار حاجة من الانين إما calcium carbonate اللي هو عادة موجود في limestone أو بيتطول فيه الموجود لو فيه لو أنت عندك براية يبقى المكون الأساسي بتفاعل كميائي المكون scale هو calcium carbonate ده جماعة شكل برافينز هو hydrocarbon مشابع شكله أبيض أو بدون لون ويحسن هو زي الواقس كده والأسفلتين برضو هو saturated hydrocarbons , ولكن بيبقى عمل زي الاسفلت ده الاسفلتين هوت وعندنا برضو الواقس الواقس نفس العائلة بتاع الـ ولكن كل ما ده يتحرك كل بيتحول طبعا فاكئة المادة صلبة زي ما احنا شايفين فبيحتاج حرارة عليه دايما ده شكل اللي هي ده كده طوبيكس صغير اين طوبيكس قلناهم بزرعة اللي هو الـ اللي بيحصل والتنازل في البير بتاع الـ ممكن فاكئة تلاقي الطول بتاعتك على الـ ايه السبب ان هي على الاجت ممكن يكون اللابس في المواسير ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون نتيجة البريم دي الحاجات اللي ممكن تبقى نازل فجأة نفسك فقط الواسم الخاص بالـ من الحاجات برضو اللي بتعمل وانتطالع من الطويل من السيرفس بتلاقي ان زي معاك والويت بيزيد ده معناه ان انت بتريد تستق في حاجة قد يكون الاستق ده قالماً بيكون نتيجة الـ 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 حاجة زي الـ او زي الكريستالز هي بتتكون من دفاعه الكيميائي بين الـ والجاز بيبقى الـ عاملة لـ الجاز وعشان الـ يتكون بيالزمه أربع شروط لازم يكون فيه جاز لازم يكون فيه جاز ويكون مثلاً طبعاً نتيجة الـ بيثان فيه عادة عالية جداً أكثر من بعض 90% قريباً ممكن CO2 عادي ممكن يكون hydrate ممكن H2S وووتر يبقى ووتر ونتيجة الـ ومعاهم ولوتون أي شرط من دول أساسي شرط أساسي وضروري عشان يتكون حاجة زي التلب فيه دقات معينة فيه خلوط الإنتاج أو عند مناطق التخليق زي الـ هنقول طبعاً يتكون فيه قهوة بيتكون مثلاً عند بيتكون لو أنت عندك في عند الخاص دي أماكن ممكن يعني أو عند طبعاً أي أماكن فيها تخليق بتبقى أماكن يتكون فيها هيدريت بشكل سريح جداً طبعاً اللي بيحصل في أماكن الداخلي دي بيحصل فبالتالي بيحصل كنتيجة لذلك فبيتوفر الأمكان الأربعة اللي هو ضغط عالي ولو تبريتشور وفريووتر معه وفريووتر وجاز طبعاً بيتكون زي التالك بيسد المسار بتاع فتيجي تبلد من مسلاً من دي الفط بتلاقي ما فيش حاجة طالعة قرص عندك ومع ذلك لو عندك جيج على بتلاقي فيه فتعرف إنه ممكن يكون فيه هيدريت موجود وطبعاً لما تيجي تكسر هتلاقي إنه ما بيتكسرش بسهولة ده معناه إنه هو فيه هيدريت مانع إنه فيه موجود ده مانع أنه هو يتفك بريت بسهولة يبقى بالخلاصة جماعنا هيدريت بيتكون بوجود خصوصاً لو هي أو وجاز أهمت تاني فري ووتر وناتشور الجاز وهي وبيتكون فين؟ قلنا بيتكون في المناطق التخليق زي آآ عند موجود الحقيقة بيمنع التفاعل آآ بتاعهم مش بشكل كامل ولكن بيعمل اللي بيتكون عندها فإذا كان بيتكون عند درجة حرارة مثلاً مثلاً تلاتين يخليه تكون عند ستين أو سبعين فالجريت ده كبريكوشنز بتعملها بنيجي تعمل تستنج عشان بيتكون شو هيدريت آآ طبعاً فيه كمان يعني حاجات تانية ممكن طرق تانية ممكن نعالج بها الهيدريت زي ايه؟ زي انها مثلاً اعمل شايف حالات بريفن زي الملفة تسخين ده بيرفع الحرارة زي سخين بالضبط وبالتالي رفع الحرارة بيغير الكون بيتخلي الكون بتاع التكون الهيدريت مش متوفرة لان عشان الهيدريت يتكون انا بحتاج درجة حرارة معينة عن معينة فلا بناعمل يبقى انا كده بعمل ايه؟ او بخلي نفس بعيد عن الكون يتكون عندها الهيدريت يبقى هيدريت أو او ميثانول ميثانول ممكن ميثانول اي حاجة اي بحل مثلاً مثلاً زي الميثانول اه دي او ممكن براين براين كمان بيمنع الدفاعه اللي مبين الفريش ووتر اللي مبين المية والجاز وبالتالي بيقلل تكون الهيدريت ولكن براين ليش افكت بقوي زي الـ وعادةً احنا كبريكوشن يعني كأكشن احتياطي ان احنا اثناء الانتاج ما نخليش الانتاج يبقى في تكون الهيدريت يعني انا عارف الهيدريت عندي بفكر زي اللي شوفنا من شوية ده الكرف ده بيقول لي ان عند محتاج تكون الهيدريت طبعاً ده اماكن تكون الهيدريت فهنا عند كل محتاجه او كمكس عشان الهيدريت يتكون فانا وانا بدك بعمل ما بخليش الضغط يقل للقيمة او يبقى اصد يعلق عند القيمة اللي هيكون الهيدريت اا او اخلي الهيدريت عالي عند الهيدريت اللي هيكون عندها الهيدريت المهم ان انا اعمل دي كلها في دي يا جماعة كلمتين وكلمتين لما الخلاصة ان انا في المعالجة ممكن معتاك او الالكوحول او صوت اعمل بتاع يعني احافظ على عالي شوية او دايماً اعمل ممكن اعمل او عند خلي الهيدريت طيب ده يا جماعة كانوا كلمتين مهمين جداً عن الهيدريت فيه ممكن برضو آآ نشوف الاسئلة تيجي عن الهيدريت والآآ في الحربة دولة فالصورة. عشان نشوف برضو هل احنا نعرف نحل الاسئلة دي ولا لأ? ان شاء الله هاسألكم بقى في الاسئلة دي ونشوف هتعرفك حلوها ده الواء الانترونيشن وده الانترونيشن وده الانترونيشن وده الانترونيشن طيب. انا ممكن اكون ممنش سرحية كل ناسنا هتتكلم فلكن هو كده خلاص الناس كلها ممكن تتكلم معنا ان شاء الله كمانا. انا عملنا كما انشت يا جماعة احنا في سؤال بيقول اي حاد اعرف اجابة يقول يعني اي حد يعرف اجابة يقول يعني اي حاد يعرف اجابة يعني إهي اي حد يعرف اجابة يعني. اي 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 بي ويه ايه ويه رايزيكي مزبوط بي ويه و بيه صح يبقى جماعة يترجلان كل مكتشر صح ورايزيكي المزبوط وينجكتي المثانون مزبوط صح كدا جماعة طيب سؤال ثاني من يجاوه بيقول هيترات هبند ان واير لينت فتفاقه بوكس انت ايضا يجب اندال 解هم تريب ويتش ايضا في الان ايضا بيترات ايه من دول ممكن يساعد ان انا اعمل بعد ما اتكون. عايز اجاب تاني. دي. دي صح. دي برضو. دي صح ويه كمان? عارف شوانس عبدالله او مش عارف? آآ بفكر يا الله. طيب احنا احنا وانا صح الورمينجاب تمام? رفع الحرارة. وقلنا ايه كمان يعالج تكون الهيدريت. بشواندس سي. والميثانول صح تمام? وانا الميثانول ورفع الحرارة. تمام. سواء التالت يا شباب. والهيدريت مش هيتكون الا فوجود المال. صح او الغلط? صح. 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 تمام. السواء التالي بيقول اي طرق انت لها ممكن يساعد انه يعمل الريموف الهيدريت. عايزين تلاتي جايبات بطر. او خم دي. دي صح. دي وي صح. ايه? ايه? لا ايه لا. قد بالك هو بيقول لك. مش لازم يعني ساعدك انك تعرف ان فيه هيدريت. عشان تعمل له المومي. دي. دي. احنا دي صح. دي وي صح. ايه? بي. 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 انت لو لقيت زي اثرت تلك كده ايس على الكسر من الهي بتاع بتاع او هنا تعرف اللي فعلا فيه هيدريت ده يساعدك لانك تعالج الهيدريت فعلا يبقى بي ودي وي صح? سوال كمان? ويف تبا شواندس مش ممكن تمشي? دواب ودون لا طبعا ما ينفع شرعا يكون عندك هيدريت وانت تطلع وتنزب هو اصلا اصلا يعني المرفوض للهنجر لو انت مسلا بسبد الهنجر الهنجر برايك خلاص مكانه فطبعا وبكر مسيت اتحرك الزي اصلا يعني وبعدين ده اكشن طبعا 91 صح صح? اه ايه راكي الهندس وان بيقولين? البرائم عشان يقلل الهيدريت صح مظبوط البرائم يقلل الهيدريت نعم يزود اهللش لان هو برا ماء لا البرائم 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 واحدة من الطرق اللي بتمنع ان المية تخش بتفاعل كيميائي مع الغاز خطأ خطأ 92 من يعرف يقولين اجابتو؟ خطأ خطأ لان حق ندستيلدوتر في الفلوستريم مش هيقال التكون الهينبهزة والتكون الهيدريت طيب 93 سعيد هو الاميرجنسي بلو داون لاين زي ايه مثلا؟ من يعرف؟ زي مثلا ريليفولف ريليفولف انت عندك فيه مثلا خطوط من حبط عليها زي ريليفولف لو الضغط عالي عن ليفل معين بيحصل بليدين بريشور فده ديترو ولا فولس؟ متعريبا؟ احنا كنا اخذ زمان في السنوية يا جماعة ظاهرة اسمها جول فونسن افكت الظاهرة دي بتقولين فيه علاقة مبين الربد دي كريس في البيشور والربد دي كريس في البيشور يعني كل ما يحصل الربد دي كريس في البيشور يحصل فقد في المنتبه الحلالي وبالتالي يحصل نقص سريع يحصل كبريد في الحرام وبالتالي ففعلا الاناطق البلو داون لاينز او الليفولف او ميدي الفولف دي كلها بيكون عليها الهيدريت صح؟ 94 هل الهيدريت هيتكون عند البيشور صح؟ 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 تمام؟ هل الهيدريت كومون داونستريم لتشوك؟ هل الهيدريت بتكون عند الاتشوك؟ اه صح خبري داونستريم يا جماعة يعني الناحية العكسية من البيش طيب؟ هل الهيدريت تحت شرط علشان هيدريت يتكون؟ واحد لا مشرط احنا قلنا وزي ما شفنا في الرسمة دي يا جماعة من شوية احنا كنتنا جايبينها نشوفها تاني مع بعض ما لشي احنا قلنا الرسمة دي اهي نشوفها مع بعض ايه لو كده؟ بص ريقول ايه؟ ميديك ميديك عند كل في ضروري عشان يتكون عنده هيدريت لون المساحة دي هي مساحة تكون هيدريت لكن محدش قال ابدا ان احنا يكون شرط يكون عند انت ممكن تقلب الحرارة بس في نفس الوقت تقلب الضغط وفعلا برضو هينكون هيدريت لكن بالشرط يا جماعة خالص موضوع ان احنا نبقى تحت الهيه؟ نرجع الاسواعين من هنا ارابي يخلصوا خلاصة هون بيتا يبقى التمبرتش تحت فريزنج بوينت مش شرط عشان يكون الهيدريت دي فولس احنا قلنا لوت امبرتشور بس هل الهيدريت ممكن يتكون لو احنا حقلنا جلائكل؟ يعني قابلية للتكون اكثر؟ او احتمارية التكون؟ او هنا اولا مش اكثر او افضل مش likely to form يعني هو احتمارية التكونه اقل مش اكثر كده صح يبقى دي true ولا false true بيقول least likely هو ايه? least likely هو احتمارية تكونه اقل يبقى صح صح least likely يبقى true لكن لو قال most likely to form most likely يبقى ده ايه false لكن هو فعلا احتمارية تكونه عند حق من الجلائكل بتكون ايه؟ بتكون اه قليلة فعلا وبالتالي اجابة دي صحيحة عشان هو قال لك ليه سليك؟ دي 98 عند نفس الضغط الهيدريت هيحصله ملت او ينزهر عند نفس التمبريتشور اللي تكون عنده نا غلط غلط على التكون عند الضغط المرتفع؟ صح صح احنا قلنا غلط غلط هو هنا بيقول عند اللو اكتر من الهيد فادي false تمام؟ false هل الهيدريت ممكن يسبب لو لو حصل له نهاردة مثلا انا عندي هيدريت قافل وبعدين جيت قدامه وعملت ما عندش فيه من ناحية ومن ناحية تانية فيه تحت الهيدريت وهو عامل لو حصل لو الهيدريت تساب منك وهو وانت عندك من ناحية ومن ناحية ما فيهش وليكن مثلا هل تتتوقع لو تحرك جديد تلات اربعة تلاف بيسة ممكن ينصد يميله ده مش لأي حاجة ولا لا؟ اه يحصل طبعا او او صح طبعا 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 ممكن يعمل لو حصل له لكن ايه بردو ايه صحيح تمام يا شبابي بكده دول كان سواء عن سواء سواء كده جدا نهير اا لو احنا برضو وانا هنا خدنا سواء تاني وانا تمام 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 هنا في سؤال بيقول لك لما تيجي تعمل الفلو تست على تمبراري باريير هنا تمبراري باريير زي يا شباب بني الفاكر تمبراري باريير زي زي بلده مثلا في الاندين جنبل جوة الكمبيليشن بلده بالإسليم طيب هنا بيقول لو حصل فيلير في البلده هنا هعمل ايه حاجة من اتنين اما اسحب البلده وغطي البلده المكانة اما لو فيه نبل تاني فوقيها حط فيه بلده تانية يبقى الإجابة الاولى او الإجابة التانية شوة دا ستوقف كنت عايزة اجيبه انا كنت عايزة اجيب تمبراري باريير البرجر بيستنج في فوقيسي طيب ميش روح ان ناخدها كده ميش مش مشكلة طيب مين فاكرة يا جماعة التمبراري باريير بعمل تستكلة دي التمبراري باريير بعمل تستكلة دي مش هشوف الناس ما سعصحوا قبل الجوبة يا مفروض قبل الجوب قبل مبدأ الجوب يعني ايه التمبراري باريير زي الرجل بتاع البرجر اللي كنت كله قلنا قبل مبدأ الجوب وإيه تاني لما يكون فيليك متوقع طيب البرجر باريير زي الكريسمس تريم بعمل له بريجر تست كله دي سنة ماشي لكن الفريقونسي كله دي وكله دي بعمل مفروض قبل ما بابدأ برضو قبل ما بعمله بعد الاستخدام بعد ما ركيبه على البيب طبعا هو الكريسمس مثلا ولكن قبل ما استخدمه بعمل له بريجر تست وليكن مثلا بريجر تست ممكن سيان اثنين او ايه تاني او برضو والانترفة بتاعها بيكون تانيبا كل سنة تانيبا مش طيب طبعا مش هابقا كده يعني كويس جديد هيا برضو فيه سيكشن مهم جدا هنشتغل على برضو احسن هيا يا جماعة اثناء في البير او انا عموما وانا شغال في البير خصوصا وانا بعمل اي اه مسلا بعمل من خاني جدا يا جماعة انه ضغوط تعلي بتاعتي بتاعتي بتاع او طيب. هو ايه بتاعتي اللي انا فوت مع الدهاشة? الحاجة الاولى ما ينفعش الضغط على يعدي بتاع الحاجة التانية لو الضغط رفع في الانولاس هنا يا شباب لو الضغط رفع في الانولاس هنا ممكن يحصل انفجار بتسميه كيسنج برست. ان الكيسنج بتقوم بريجر معين. ولو الضغط بتاع فع في الانولاس معين بيحصل اي م ولا تيوبين كلاسنج curs تابعا لو انا برفع من جوة ممكن يحصل لو الضغط من جوة ممكن يحصل انفجار Gordon cinco بيجبي يا منع يحصل رفع وعدل حدود المسموحة اللي احنا بنتسميها الماس او ممكن يحصل انفجار اللي هو وده برضو ايه تاني لو الضغط رفع جدا على البيل سواء كان بالتوبينج او وبقى الضغط ممكن يحصل ايه ممكن يحصل يبان عندي كان عندي او طبعا فيه معين للضغوط هو ضغط السوائل اللي هو والضغط اللي هيحصل عنده عفوا المضي اللي موجود جوه البيل. ده بالنسبة او قلنا لو الضغط رفع برا في الانرس ممكن يحصل ايه موصلة تطبق متسميها لاو الضغط رفع که في الانلس لو الضغط رفع فى الانالس ممكن يرسل الله بشبه مالفجار يبقى ايه يبقى مينفاعش عدي الويل هيت بريجا ريتنج. الويل هيت بريجا ريتنج ده كل ده الويل هيت. ويه او الكريسما سيه بتقى فوقه هنا مش موجودة في الرسمة. او كريسما سيه بريجا ريتنج. طبعا لو حصل كوروجان او بلوكيج او وير. اه ده طبعا هيأثر على اعلى ضغط انت ممكن تبقى تحطه على يعني النهاردة لو حصل كوروجان في الدهوبينج بده المكان بتتحمل مثلا يعني اه خمس سلاح بيس اي ممكن تتحمل اربعة تلاف تلات تلاف. لو بنتكلم باليالدسترنس. لو كانت هتحمل مسلا سبعين الف باوند هيبو ستين الف هيبو خمسين الف. كل ما بيحصل كل ما قدرة تحملها ايه بتقل. معنا بشوانس محمد ابورسي? تمام تمام. تمام يا همدسة? كده بتاعتنا واضحة? تمام. طيب. مهم يا جماعة جدا ان احنا اه في داتا مهمة بنعرفق بنائية للبير لو انا داخل الادي البير كامبينتيك. من الداتا دي اللي في التوبين. ابقى عارف هو ادي ايه. الضغط البير اللي يتحمل اديه. ضغط السوائل اللي في الطبقات بتاعتي اديه. تكسر عند ضغط اديه. وبالتالي طبعا والكيسين ده علشان علشان الكبستز عشان الحجوم. عشان اما جايتي للمير ابعارف انا محتاج كام برميل عشان اعمل لكبستي وكام برميل عشان او كبستي. ده عشان كده مهمني يعرف الكيسينج والتيوبينج سايزز. الكيسينج والتيوبينج سترينزز علشان ما انا عديش بتاع الكيسينج اثناء الكيلينج. طبعا يستحسن اكون اعمل لو انا هعمل بولدينج. علشان اشوف الطبقة دي بتقبل بمعدل اديه. فلما اجي اعمل البول هيدنج اه ماجيش مسلا اخلط الكلمات واجه اخو الاقي فيه بكبريجر عليه جدا علي. وما اقدرش اكمل الجوب بعد ما جهست الكلمات. يبقى الاجيكتيف تيست. اه مهم جدا. برضو المكسيم ألوابول سيفس بريجر ده فيه اي واحدة وان ايه. او كان بتو ايه يبقى مكسيم ألوابول انولار سيفس بريجر. ويبقى ده اعلى ضغط مسموع اشوفه بالانرس. انما اللي بديه واحدة ده يا جماعة. هو ده اقصى ضغط متوقع تبقى ايه على رأس البيجر. ده اللي بيحدد بتاع الولي هيد والكريسماس تريد والريجر بتاعتك كلنا. بعد مضربه في عشرة في المية. مية وعشرة في المية. لو اشتغل الانترفينشن. او بتستعليه البيجو بيه لو قد هشتغل. طيب. عشان ما احصلش ده مش الانترفينشن اثناء مهم جدا. لو انا واقدر اعمل بان احط مسلا بلده في بتاع تيوبي. لو اعمل يبقى اعزل المواسير تعالوا كده اشتغلوكم على رسمة هنا. لو ان مسلا من ده بيه رهبط. لو انا هعمل هدخل مسلا عكسي من الانولاس بواخد الراجع بالتيوب. او من التيوب بواخد الراجع من الانولاس. لو اقدر احط في النبل من تحت علشان اعزل يبقى يا حبادة ده يبقى شيء جدا. عشان بنخاف يا جماعة ان اي حاجة تترصد. وده قوي يقصد. اه يعني او سكيل على. يبقى اول حاجة قمناها الفلوود ايزوليشن. الفلوود فلتريشن او اه اللي احنا بنساميها التربوليدي. اه مهم جدا ان احنا نحافظ عليها في النوربال بيكون من خمسطاشر لعشرين. اه ده دي الوحدة بتاعتها. ان احنا ما تلاقيش الفلوود فيه نسبة اه يعني عالية علشان بيحصلش بلوكتش للبرفوريشن. طيب. يا جماعة برضو مهم جدا ان انا لما بختار الفلوود اقتل بيه البير. الفلوود ده يكون مع الفورميشن. يعني بناخد عينة سامبل من الفلوود ده هو. سامبل من من بروديوست الفلوود بالفورميشن. ونوديه اللاب يحصل ونشوف هل لو الفلوود ده وصل الفورميشن هيحصل تفاعل كميائي بينه وبين الفلوود بتاع الفورميشن وبالتالي يحصل ترسيل وترسيبات دي تعمل بلوكتش في الفوريشن ولا لا? فاذا الفلوود ايزوليشن عزم ببلدة او نظافة الفلوود عن طريق الفلتريشن او او ان انا اختار الفلوود مع الفورميشن وطبعا يكون الكلمات بتاعي يدوب فيه مناسب لكن ما يكونش قيل قوي عشان ما يكسرش الفورميشن من هيدورستك بتاعه وما يكونش قليل قوي فبينقاش كافي نوية الفورميشن. يبقى فيه يعني لازم نفت بالنا ان الحرارة لو هدخ براين في البير البراين ده هوت لو البير فيه عالية اكيد دي هتقلل الكفافة الفعلية للبراين او للكلمة بمعنى ايه? لو انا عندي مض في التنكات عشرة ونص بي بي جي. وعاوز ادخوا قاية البير معين. البير ده الحرارة فيه احيانا لو انا عاوز البير يتقتل بعشرة احيانا بحتاج بحتاج ازود الكلمة بحوالي تلاتة بي بي جي فوق في التنكات. لانها لما هتزيد لما هنزل الكلمة في الفورميشن العشر ونص هيقل له هيبقوا عشرة واتنين من عشرة بس انا عشرة وثلاثة من عشرة لان الحرارة لها تأثير على بتقلل وطبعا لها اللي هو ناقص لو الفارق بينهم مسلا فاضربها في معين على حسب وبعدين اجمعها معا يديني يديني او اللي انا يبقى اللي اخلطه هو عبارة عن اللي انا عاوزه في البير بالاضافة لفارق الحرارة بتاعة البير والسيرفس مضروبة في احيانا بتزيد مثلا ثلاثة بوينت اتنين بوينت اربعة بيجين يبقى الحرارة يا جماعة بتقلل الكثافة وبالتالي بتقلل وطبعا ده يا جماعة عكس بيعمل ايه بيزود الكثافة بتاعت المط في الويل بولف. ده دي بقى بالوقتة لازم ناخدها في الاعتبار. يبقى تأسير البريجر عكس تأسير الحرارة. يبقى البرايم اللي هضفه في البير. لو البير ده دي بول وفيه هيدروستاتيك بريجر عالي. ده ممكن يبقى 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 اعلى من المتوقع او اعلى من اللي انا حطه. هتقلل الهيدروستاتي وبالتالي هتقلل الهيدروستاتيك بريجر. وهنا قبل نخش على ونتكلم على مزايا وعيب كل طريقة وبتشتغل ازاي. وازاي بنعمل وناخد مثال ونحله مع بعض. وناخد حبيت اسأل سؤال عن الجزء اللي فات. هو ايه المين ان الضغط يرفع في الانوس? هل هو تيوبينج برست ولا كيسي برست? لو الضغط يا جماعة رفع في الانوس. بتاعتي ايه؟ نحصل تيوبينج برست ولا كيسي برست? كيسي برست. تيوبينج برست. تيوبينج برست. تيوبينج برست. يا جماعة احنا قلنا احنا خيارناكم بين اتنين. تيوبينج برست وكيسي برست. يبقى كيسي برست. لكن اللي قال تيوبينج كل يابسة صحة برضو. مضموط. طيب. لو حصل ان الكموليشن اللي في البير عدى عليه بضع سنين كزا سنة. تتوقع ان الماس قيمته القل ولا تبضل زي ما هيك مع الزمن? القل. القل. بالزبط علشان بيحصل كوروجين اوين. طيب. هو الضغط بيرفع المط دينيستي وبالتالي هيدروستاتيك بريجر ولا بيقللو? البرجر بيرفع المط دينيستي. البرين دينيستي اللي في البير لكل مط دينيستي. وبزود هيدروستاتيك ولا بيقللو? بيرفع عينو. بيرفع بيرفع. بيرفع بزوده. ايش احباب بتقلل والبرجر بيزود. ممتاز يا جماعة. طيب عندنا يا شباب في اربع طرق لكل دول محور حديثنا النهاردة مزاياهم معيوبهم ويمتى نستخدمهم ويمتى ما استخدمهمش. وهناخد بلاننج اللي هي اللي هي اللي هي وهنقول بتاع كل طريقة من الطرق وننكلم عليها بالتفصيل والاستيرس بتاعتها. اولا يا جماعة دي طريقة محببة اثناء الحفر. لقيت يعني كده نجيب الرسمة. معنى الراجل بيدخل من طبعا بيكون في الحفر بيكونش في بكر موجود حسا. بيخرج من الشوق ومن اخر المطلوب بيطلع في كده. فعادتا عشان الغاز موجود في الانولس. علشان كده يا شباب محببة ومطلوبة في اثناء الحفر. او عادة لو انت بتسحب وخط في الحالة دي هي الطريقة المحببة. طيب. كمان ليه نيسة تانية ان احنا عرفنا ان في في اثناء الحفر اللي حضر معنا كرسي الحفر. ان في حالة بيكون الفلو وبالتالي الاحتكاك دايما عكس اتجاه الحركة فالاحتكاك بيكون وبالتالي في اي اي هيكون على السيرفس مش هيكون على وبالتالي بتقلل الواقع على لكن لو بضخ عكسي ومفيش مسلا بضخ من ومعديش بكر او بضخ من الاند تاعة يومي. المهم ان الربرس بيكون هنا دون. وموفمنت هنا اب. ازا كان هنا دون هيكون طيب. وفي سيرينج هيكون في سيرينج هيكون في سيرينج هيكون دي يجي يقنع في التيوبينج. الفريكشن والاستريسس كلنا تتأثر على ممكن يحصل فريكشن للفورميشن. يبقى ازا في ميزتين يا جماعة للفورورد وولدهم اقولهم تاني من راحة. الميزة الاولى ان الفورورد محبب اثناء الحفر او بالجملة لما يكون الانفلوكس موجود في الانس. والفورورد بيقلل الاستريسس على الفورميشن. بخلاف الرفيرس. الفلو بيكون في الاستريك اوب وبالتالي بيكون الاحتكاك داول. الفريكشن نوس كلها بتأثر على الفورميشن. ممكن يحصل فريكشن على الفورميشن لو الاي دي دي داعي تيوبين. يبقى يا جماعة الفورد محببوا رحاكتين والتون لو الاولنس هو اللي فيه الانفلوكس. او لو انت خايف على الفورميشن وخايف ان الرفيرس يحصل باك برجل واستريسس على الفوريك تزول. كده اخدنا مستين اهمت وان شاء الله لما خلص كمان شوية احسألكم في المستين دول. اولهم تاني او في الانفلوكس او ويقلل الاستريسس على الفورميشن. لقيت الفلو بيكون اوب في الانفلوكس والاونلس بيكون واسع بخلاف ما يكون الفلو ريفيرس فبيكون اوب في الستريك ودايما لاتكاك عكس اتجاه الحركة فالفريكشن هو ستكون هنا في عالية جدا ممكن تأثر على الفورميشن ويأثر فرميشن. كده دي يا جماعة مزايا بتاعت الربيرس. ولكن احنا هنا في الورك او الانفلوكس بيقول ان البلانت لو بير بينتج وقفلته هيكون طبعا يبير بالشكل دوت في بكر. وهيكون الغاز مزيد جوه الانفلوكس بيكون فيه كومبليشن فلوكس او كومبليشن براين. اا ويكون مسلا بوينت فور مين بوينت فور ايت بيس ايبر فوت. اا وبالتالي انا في حالة الابير بينتج وداخل عشنا تنبير عشان ادخل اسحب هعمل فيه في الحالة دي يا جماعة هيبقى والطريقة المحببة واكثر الطرق مزايا بالنسبة لي هي طيب هيقول لي واحد انت ويتنا نستين للفورورد طب ايه المزايا بتاعة الربيرس اولي حاجة ببساطة لو انا بدخن العبر بتاعي او هو وعادة بنحطها زي ما قولنا لو بحطها بحوالي جوينت فوق الباكر زي احنا شايفين. كنت قلت لزي ما يلكوا قبل كده ان بحطها ليه بجوينت فوق الباكر عشان لو حصل او اي سيتلينج لاي اا اا ما تقفلش الاسي اسي دي. لما افتح الاسي اسي دي الاسي دي عبارة عن مصورة مخرمة ومن جوة فيه موابة افلاها بعمل شفتنج او شفتنج او بسحفها او شفتنج او شفتنج او شفتنج او شفتنج او شفتنج او او وبالتالي بابدأ افتح او عشان اقدر اصركل وقت الباكر فاعادة بنحطها بجوينت فوق الباكر عشان لو حصل ما يحصلش لديبريز مع والديبريز ما تقفلش منك الاسي اسي دي بتبقى بشعير تساكل بعد كده. عشان كده تبطها عشان لو ترصبت حاجة ما تنفلش الاسي اسي دي. يبقى هدخن ايه المزايا بتاعة اولا يا سيدي انت عندك طبيعي ان عندك فيه غاز فيه غاز وفيه او في التيوبي. هنفض مسلا للغاز اخره عند الجزء ده. مسلا وولدتكم مسلا دي سبعة تلاف قدم. عندنا تلات تلاف غاز واربعة تلاف ايه اويل. هو التيوبي. فمع اول البرميل بتضخه من الانرس من الكلف لويت. بيبدأ اول برميل من البرميل يدخل التيوب من تحت. ويزيح اول برميل من الغاز فوق. يبقى اول ميزة ان الغاز هيدفع برا زرعة. بخلاف لما تضخ وانت كمير بينتك والتيوب يجي فيه غاز. يبقى انت بحتاج تزيح الغاز والايل لغاية الاسي اسي دي. وترجع تاني تزيح الغاز والايل للايل الارمس. فاذا الغاز هيخرج اسرع في الرفيرس من الفورورد باول ميزة. الميزة التانية الارمس. وكمان الغاز هيعمل بريكسر او اصلا. المهمة البيكسر هو الحال انه يبقى الغاز يبقى على واحده. تاخد الغاز بالكلمات بتاخده على يبقى انت تقدر يعني يطلع كل لوحده. زي ما اسمنا بيقول باشمانس محمد بولس. طيب. اه طيب. الحاجة التالتة ان دلوقتي يا جماعة لما يكون الان نص فيه مسلا. في حد ان نقول هنا مسلا. وطبعا الغاز بحوالي. فعادة يا جماعة الغاز بالزيد بيكونوا اسهل من اخف من وبالتالي لما تقيل يزوء خفيف ما يحصلش عليه. ما تقاشي عليها دي الميزة التالتة. يبقى الميزة الاولى ان والتالت ان مش هيبقى عالي بالنسبة ل لان انت معاك اليوتيوب قد ما افصل حق اليوتيوب يعني وزن بتاع الامرس هيبقى لان ارساتك بتاعه اعلى من بتاع التيوب اللي فيه غاز وزيد خفيف. كده تلات مزايا. هل في مزايا تانية ليه? انا كده قلنا تلات مزايا هون? يا جماعة هي لو قال لك هي طيب انا اقدر اقدر اعمل للضغط في كل مرحلة بالمراحل. اقدر اقول لك انا عافز على ضغط الا افتيوبينج وبالتشوك. يعني انا بدخ عكسي من هنا. بيكون متوسط بالتشوك. البمب شغالة. وانا اقدر عم طريق التشوك اعمل غلط معين. ولا يكون ميت بيس لايين بيس لايين بيس لايين بيس لايين بيس لايين بيس لايين بيس لايين. اللي هم يرملوني. الوفر بالانس عن فورليشن. لغاية ما الغاز يخرج والزيت يخرج والبراين يخرج. ويبدأ ويبقى كده هو الواحد وعامل اللي انا عاوزه. يبقى انا اقدر اشتبه باللتشوت واعمل اللي انا عاوزه علشان احافظ على مناسب يدوب فوق واقال طبعا براكتكة يا جماعة في بعض الدول العربية كتير الناس يروح حقيني الكلمة ويفتح ويسركل الغاز والزيت واسعة ربنا مستوحنا معايا وما ياخدش باله والدنيا بتعدي وساعات ممكن يعمل يعني مسلا ممكن الضغط يرفع بالبوم بيجو جامد فالضغط يرفع بالبوم بيجي عالانرس فيعد الناس ويعمل والبير كيسنج لو بصمه تبقى كارسة بالنسبة البير بحتاج تعمل او لو عندك ساعة خمس اثمان بتغلفه بسبعة بوصة او الحاجات دي طبعا مكلفة جدا مخصرة كبيرة ويبقى هو الراجل علشان مش مش عامل زي المصبوط مش حاسب الضغوط بتاعه مشاكل مصبوط يبقى وزي البيل كله اللي هو بملايين وهو مش واخد باية. فاذا المهم جدا ان الواحد يبقى عالف عشان بطل لايكسفش الفورميشن لتبقى الرجال العالي وعلشان ما ياخدش تاني غاز وزيت ويبدل يقتيل البيل لما يقتله في ساعتين او ساعة يقتله في يوم في يوم ولا يوم ولا كلاتة وكل دي فلوس وعمل يرني اه مط وفيه اه مط بفلوس والناس عمالي تبقى الحاجات دي كلها ومن فيش حاجة طبعا اللي يعجل بزوين ولا بيأس بحاجة وعمالي ساعتل وكل شيء خشوله غاز والبيرلس ما تلش شباش مهندس خلط لي كمانت ما كان ساعتل لان هو واصلا عمالي زيت اندر بلدس وخشوله غازات تانية هو مش واخن كم بيقتل او بيقتل او بيقتل بوله دي زي ما يحكي بعد كده. الكلام ده جماعة مهم جدا انت الواحد اشتغل مصبوط مش معنا انت انا اشتغلت بلايند كده ولو انا استمر معاك ان ده دي كل حاجات تليمشي كل الانورس بيقتل. وساعت دي الحاجات ده بتضوز و الناس مش معايفة ايه اللي بواصم ايه يعني. يبقى انا النهاردة آآ بنقول ان انا هساركل من هنا من الانورس وهقدر اقول لك زيتر من ديزاين ليه الانورس بريجر واقدر اقول لك بعد كل كان برميل بتضخه اقدر اقول لك الانورس ينزل لغاية كان والتيوبين في بريجر يعني يقدر نعمل ديزاين مع الانورس بريجر دي كلها دي وقت ان شاء الله. وده البلاد احنا نتكلم عنه نهاردة باسم الله يعني. يبقى قلنا مزيها. طب لو انا يا جماعة مش عارف اعمل لسبب الاسباب هو ديت اولا عندي هنا الموجود في ومش عايز يفتح بشكل كامل وبالتالي هيعمل بتاع السابسيرف السيفتي والت ويخليك مش عارف اعمل انا النهاردة مش عارف اسابتل او عندي عشان في مشكلة او السابسيرف السيفتي والت مش عارف برضو اعمل في الحالتين دول يا جماعة باتطر اخش عالطريقة التالتة اللي هي اسمها البوليدنج ببساطة ببساطة كده والاس اس دي ما قفولة بشكل البام وضخ كل بط من التيوبينج من هنا وارجع كل الغاز والزيت دول فورميشن تاني وطبعا لها ديزاين وليها اليميكيشن مش حاجة برضو بالعلياني كده وبالبركة طيب ايه الحالة تانية اللي انا ممكن اضطر اعمل فيها لو انا ما عنديش معروبات كافية عشان اعمل او انا عندي مشكلة ظهرت بسرعة وعاوزت بسرعة طبعا يا جماعة ميزة انها سريعة جدا انت جسمك بتزيف كل الغاز والزيت دول فورميشن وفي وقت قياسي جدا بتخفز يبقى لو انا عندي انا عندي اه اه مبيش او في مشكلة سريعة ظهرت في التلات حالات دول انا مضطر ان اشتغل بالاضافة للسبيل اللي قلناهم اللي هو سبب ان الاس اس دي ستاك او ان هو كمان ستاك اضف الى ذلك سببين سبب كمان مهم جدا او سببين وهو ان انا لو بعمل لازم يكون عندي فوق عشان اقدر اتحكم في الضغط اللي راجع طيب لو انا عندي فوق في السيستم بتاع السيركوليشن مش اعرف افض الراجع بالشبير على تركات وعندي مشكلة فوق فيه ليك ولا فيه اي مشكلة في السيركوليشن السيستم اللي فوق هنا هفترض نعرف بولي يبقى كمان لو عندي مشكلة في السيركوليشن سيستم او زي مثلا او ايه كمان او انا عندي اصلا البيل في اتشتو اس وانا مش عاوز طبق اتشتو اس فوق عشان مش عارف هاندلو يبقى احنا كده قلنا يا جماعة الريفير البولهنينك باضطر رجاء لها في كم سبب اتعقول مع بعض بتاين واحد اتنين اتنين تلاتة فيه في اربعة في اتشتو اس في البيل اه خمسة مفيش مفيش عشان اعمل ديزاين ليه ككباثتي وكفوليوم وكا جريدينت في البيل عشان اعمل الريفيرس. ااا ستة مين يقولي بقى ستة فاكرنا ستة. طب مين يقولي واحد طيب معدومة بعض تانين. واحد يقولي واحد. مزبوط اتنين. اشك Holiday System. مزبوط اتنين او any tv. اشك ما نفوتض اور ان دي فوق اسشغل فيه failure of Circulation System كماما مش مانص محمد محمود فيه H2S فيه H2S مسابوس مصبوط فيه كمان سبابين قمناهم مش مانص عب الله مصبوط H2S فيه كمان سبابين وانا عندي لائك فيه فيllo circulation system قمناها دي عالاس في كمان سبابين وانا لو في مشكلة فاغرت وانا مش قادر أسأتره عجبين وعاوز انتهله بسرعة لو فيه او مفيش 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 خالص عن اللي في البير ولا الحجوم ولا الكبستي ولا اي حاجة دي يا جماعة الاسبابة اللي باشتغل فيها طيب امتى ما ينفعش اعمل لو انا عندي سكيل عمل لو فيه سكيل عمل هنا هضطر اقتل مش هعرف اقفل اقتل لان سكيل ده يعمل ايه هيرفع عليك الضغط العكسي على البمب على البمب طيب ايه كمان لو انا عندي في التيوب لو فيه في التيوب لو فيه حد يرفع ايه يا جماعة يا سكيل لو فيه في التيوب فانا لما دي اضخ هيبقى الادية بتاع التوب الجدية وبناء عليه هيرفع على البم يبقى دي كمان حاجات ميفعش اعمل فيها هنا هضطر ادخل للطريقة الاخيرة يا جماعة اللي هي بس قبل ما اتكلم عن وانا بعمل فيه وانا بضخ كده من جوة من جوة بعمل كده فيه يعني انا مش بضخ فيه في حاجات فيه ده لو عديدت ويعمل كارثة في البيل اولا رقم واحد من يقولي اول المتينشن في النسخ البرست 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 بتاع التوبج برافع عليه ام في حاجات دي كمان ام البرست تا البرست البرست بتاع الفوربيشن برافع علي بالمتينشن التالي في حاجة كمان تالتا ام ايه? الحاجة الثالثة هي اندسا مش الباب من دي سيستم يا جماعة عمشي للميتيشن مش الباب من دي سيستم ده للميتيشن يعني انا انا ممكن ادخل طبقة تايت فورميشن والطبقة دي مش قابل بريجر مينيو عملة ترفع الضبط العكسي والضبط ديه على البابات والبابات تدرب بحال ده مسموح يبقى مومنجي سيستم ميميتيشن وباشتغل في مومنجي سيستم على على اقوى كومبوننت ولا اضعف كومبوننت? اضعف واحد. ايه رايبو? اضعف واحدة رفع ليه دايما بشتاقل يا جماعة واسع عبدالله بعد ازنك الشحن دي. اضعل بتتوصل الشحن صورة. عفوا بس اوصل البطلية عشان ما تصبح شرعنا. باشتغل طبعا على ال على اضعف مكون بتاعه ايه? باشتغل على اضعف مكون بتاعه ايه? طبعا. يبقى يا جماعة ااا ما عندهاش وانا بعمل ايه? طيب. نخش بقى على الطريقة التالتة او انا قد قولنا او نرمال. يجب له الطريقة. والتالتة لوق. انا النهاردة عندي ولما بيجي اشغل بام با الضغط بيه على جامد. الضغط بيه على جامد ومش عارف اعمل ايه? اه في الحالة دي انا هتطرر اشتغل با مش عارف عام فهتطر اخش بطريقة اخيرة وايه اللي هي لوق الدبن. دوبا الدبنية يا جماعة دي ببساطة ان انا بضخ شوي الكلمة وليأكل مسلا خمس ملابين. واستنى لما الكلمة ينزل تحت. وبعدين الغاز يخرج فوق الكلمة. يبقى فوق والكلمة تحت. وبعدين او اعمل بتاع الغاز. بس الضغط اللي اعمل له لازم يساوي الهيدورستاتي بتاع الكلمة اللي انا حطيته. المعنى ايه? اقول لحضرتك بساطة. النهاردة انا لو ضخيت خمس براميل. خمسة دول في الديوبين. يعملون الكفاع مية ادم. المية ادم دول احاولهم ازاي? اضرب المية في السمت ويمطلق خمسة اثنين. في المضوية اللي انا ضخيته. عملوا لي يا سيدي مية وخمسين بساطة. استمنى لما الكلمة جنزل تحت الغاز حتى وسين ساعة ساعتين تلاتة. وبعدين الغاز يطلع فوق. ربما بلت مية وخمسين بساطة غاز. قد مية وخمسين بساطة مضة اللي انا حطيتهم بالزبط. وبعدين اعيد نفس المعطوع تاني. ليه? او من الكلمة وبعد كده ليه? ازاي سيم هيدورستاتك في رجل من الغاز. لو جيت بلت بقيت عندك كلمة الطالب وموقف بليت. وتستنى لما الكلمة ينزل تحت. والغاز يطلع ايه? فوق. دي كده يا جماعة اسمها آآ تعال نشوف مع بعض اللوبة بتاعة ازاي? هنرجع طبعا للربرس. الاول يا جماعة تعال جميع من الاول كده نشوف الكرفات نشوف شكل اللي بأصل بالاول للربرس. يا جماعة في اول مرحلة ولا نروح على كل لوبة ميت? ماشي. فانا روح على بيت وبعدين نرجع للربرس كده. بص يا سيتي. هنتكلم شوية تانية على اللوبة. بص حدقة ده اللوبة كان مقفول على المعايد. بخير انا شوية كلمة خمس بنامين. فطبعا سيستم مقفول بتضخطي حجم. فطبعا بيحصل. بعد كده بتستنى لما الكلمة ينزل وتحسب هيدروساتك بتاع المض ده ايه? بحسيبه ازاي هندسة? اه الريدكشن في التيوبينج هيت بريجر. اه وكل بربيل بضخ. كل بربيل بتضخه في البير بتقدر تحسب منه وايعمل لك قديه في الضغط ازاي? بتقول خمسة اتنين في الكلمة والويت وتقسمهم على التيوبينج كبستي. يروح من دي لك المعددة دي. بتدي لك كل بربيل بتضخه. هي عملت ايه? طب ماشي ادي بالك ساني وقت. اه. اه. عفوا يا جماعة. لما اضرب السابت في الكل مدود وقسمه عالكيوب الكباستي يتقول لك كل برميل حينزل منك ضغط اقديم. تمام? هتعمل بريد بريجر اقديم وبالتالي لو بخيط خمس برميل تقدر تحصل خمسة في المعادلة دي. يقول لك طبعا يا جماعة الكل مدى بي بي جي في السابت بيديك في السايبر الفوت. لما سموا على البريد برفيت. تمام? يبقى كده يديك فيت روح مع فيت يبقى بي السايبر بربر. اضربه بعد كده في كام برميل بتضخوه بيديك كام بي السايبرو لكل ايه? لكل البرميل اللي بدك روح بالطبع. كده ده الكيرب بتاع اللي هو بقى البليد. لما بضخ لما بعمل بليد. لما بعمل بليد. لغاية ما البيد ايه 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 تلتا. وانت شغال يبقى عندك قيمة ما بتقلش عنها. القيمة دي اقدر رح سيبها معاك دلوقتي. وقيمة ما تزيدش عنها. لو قلت هيدخل عندك قيمة. ولو زيت هتكسر. طب يا هندسة ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن الشاطن بريجر كان موجود. طيب ماشي. ما قلش عنه في الاول. طيب يا هندسة الضغط ده عبارة عن ايه? ده الزيرو. انه هو بريجر كده زيرو. يبقى انا بوصل الشاطن بريجر بزيرو كده? يبقى ده المهمة ما قلش ما قلش عنه. اشتركوا في القناة 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 هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناخد اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 طيب آآ بسم الله الرحمن الرحيم. آآ معنا بشماص محمود يعيد. بشماص محمود يعيد. بشماص يوسف? بشماص يوسف عارف? ايه هندسة? معنا هندسة? اه معنا. بشماص صح ما دايما ما نتكلمش ليه? طيب تمام. بص يا شباب ازاي ما بقى يبدأ كلاتي. انا عاوز املاءات البير بكلمة آآ هيكون مسلا تربعة ستة خمسة وعمق اللي هو سبعة تلاف ادم. يبقى انا عاوز احافظ على ضغط عند دي طول الوقت تلات تلاف مكين خمسة وخمسين بيصار. حلو الكلام هندسة? حلو الكلام. انا عندي عند عند هيبقى عبارة عن ايه? طبعا المسألة من الاول خالص معلش هنرجع مسألة عشان تبقوا معنا من الاول. بص يا سيدي دي دي سبعة تلاف. والاملس مليان بفلود جريديمت بوينت اربعة اتنين خمسة. والتيوبينت بفلود جريديمت. آآ عندك الجاز. آآ تسعة مرمية. بيصايبر فوت. تلات تلاف ادم غاز. وتحتهم آآ من التلات تلاف للسبعة اللي هم اربعة تلاف دول. اوينت بوينت تلاتة خمسة بيصايبر فوت. الكلمة بوينت اربعة ستة خمسة. في حل ان الانولاس بفلود بوينت اربعة اتنين خمسة. وراح مديك التيوبينت كباستي والانولاس كباستي. وقالت يا الله عام عاوزة البيرده. واعمل لي ديزاين كده لرفيرس كيلينج آآ آآ بلان. دي الدتا هي يا جماعة كلها. انا اول خطوة بعملها يباعد ما اخل البتا دي. انا بقول انا عايز تضغطي بعد الاس اي سي دول الوقت بيساوي ايه? الكلمة اللي هو بوينت اربعة ستة خمسة في سبعة تلافة. اللي هو بوينت تلاتة اتنين خمسة خمسة بيصايب. فاول الكلمة الصعب زلطة يكون معنا شوانا. نص صعب. في اول الكلمة هيكون فيه الكيسي طبعا يا جماعة اللي هو يعني. في الاول هيكون فيه الضغط قدية. انا عاوز عند الاس سي سي تلاتة تلاف متين خمسة وخمسين. وانت عندك براين بوينت اربعة اتنين خمسة. وعمق الاس سي سبعة تلاف. البيراين اللي في الانولاس هيديوستاتك بتاعه هلفين تفهمية خمسة وسبحين بيصاي. بس انا عاوز الضغط على الاس سي سي دي بقى كام تلاتة تلاف متين خمسة وخمسين. ما انا عاوز الضغط في الانرس الرقم ده. والضغط في هو نفس الرقم. يبقى انا في بداية سيركوليشن هيكون عندي متين وتمالين بيصاي. باك بريجر على الايه? على الانرس. طيب. والتيوبين في الاول هيكون الضغط فيه ايه? انا عاوز تلاتة تلاف متين خمسة وخمسين. منهم ده هيديوستاتك الغاز. وده هيدلوستاتيك الزيت. اربعة تلاف ادم وثلاث تلاف ادم. وكل واحد في بتاعه. مجموع دول كان الف ستمية وسبعين. طرحناهم من الضغط اللي انا عاوز حافظ عليه. يبقى انت عاوز في البداية خالص. يكون عليها الف وخمس ومية خمسة وثمانين. والكيسينج يكون عليها امتين وثمانين. طيب يهندسه حافظ على دول ازاي? بالليتشوك يهندسه. بالليتشوك تعمل الباك برجر الف وخمس ومية خمسة وثمانين. هتلاقي الاضلس الواحده مضبوط. يبقى بداية السيركوليشن اول ما تشغل البومب بتاعتك. هبدأ اعمل بومبيج في الاول خالص. هكون محافظ على الكيسينج جمتين وثمانين. وهيكون الف وخمس ومية خمسة وثمانين. طيب. المرحلة الثانية هندسة. الراجل حسب حجم التيوبيج. كله كان. التيوبيج كباستي كله تمانية والبعين برميل. منهم حجم غاز قد ايه? تلات ادم. في البر البرفيت بتاع الغاز عشرين برميل غاز. وبرضه نفس الكلام حجم الغاز اربع تلات ادم في البر البرفيت. سبعة وعشرين برميل زيت. يبقى سبعة وعشرين وعشرين. مع الكسور انديك حوالي كام؟ حوالي تمانية وربعين بوين ستة خمسة برميل. ده يا جماعة حجم الغاز والزيت. طيب. حجم حجمه ايه؟ برضو رضنا الانرس كباستي اللي هو كان مدهنا في المسألة في الاول اللي هي 0.287 بوسط الانرس كان كان 0.2703 والتوبينج هي 0.00695 الـ 0.287 دي كمعا الـ 0.287 دي بدربها في السبعة تلاف كلهم متاع الانرس يديني 189 برميل يبقى الانرس اكبر من تيوب ولا لا 189 برميل والتوبينج 48 برميل الحجم كله الحجم بتاع البير كله هيبقى الـ 0.288 برميل مجموع حمديني 37 برميل هدخوهم لغاية ما اخلص الانرس كده اخلصت الانرس السؤال هنا يا جماعة بيبقى ازاي؟ هيبقى كيس الانرس بعد ما ضخ 20 برميل هيبقى تتوقع يكون كامل عشان تعرف تحافظ عليه بالنشوك بص الفكرة ايه بقى هنا قلنا اول مرحلة الانرس في الانرس والكل ما لسه ما ضخش والتيوبينج فيه غاز وزيت هنا عايز اقولك ضخ 20 برميل من الكلف الوود وبالتالي فيه 20 برميل من الكلف الوود خرج برا و20 برميل من الانرس دخل جوة من متخيل معاه لحنا كنا بقوله هو الراجل انا بيقولك الكيس انت برجل هد اكام عند الـ 20 برميل اقولك سهل اول اعرف العشين برميل دول رفعوا هد ايه من الكلف الوود في الانرس اهو الدخ سبعمية اهو واربعين فيه 20 على الانرس كباستي ديك سبعمية واربعين ادم وبالتالي الحجم الانرس بوليوم 189 هيكون اه طبعا دول عاملين اتفاع ادي ايه؟ ارتفاعهم لشينا احنا منهم 20 برميل بقى 169 برميل براين مش احنا ضخينا 20 برميل كيل من الانرس طلع مكانهم 20 برميل براين جوة تيوب فالانرس دلوقتي بقى 20 برميل كيل فلوود وبقيت الفلوود وبقيت الحجم على الانرس كله والانرس كله كان كام كان 189 منهم 20 برميل كيل فلوود وبقيتهم كلهم 169 دول ايه؟ دول براين طيب الارتفاع براين ادي ايه؟ 169 على الانرس الداكس 1260 ادم براين و740 ادم كيل مط يبقى كده الانرس فيه اتنين فلوود العشرين برميل ده ارتفاعهم والمية 169 برميل ده ايه؟ ده ارتفاعهم واضح كده؟ طيب اتأكد ان المجموع الاتنين دول يا جماعة السبعة تلاف هجماعهم مع بعض يجين السبعة تلاف اذا كده كل حاجة تماما تماما طيب انت دوقتي عملت الحزبة دي ليه؟ انا كنت عاوز اعرف انا كنت عاوز اعرف ايه؟ عاوز اعرف الكيسينج بريجر هيبقى كام طيب الكيسينج بريجر في الاول فلس كان تايم يا جماعة نبدأ عددين للحل الكيسينج بريجر كان في الاول كام؟ كام 280 بيصار بعد مضخينة مين برميل هيبقى كام؟ هنجسمها ازاي هندسة؟ بصة سيت اول حاجة انت عندك الهدروساتك بتاع دلوقتي سبعمية واربعين ادم كلمة وستلاف متين واربعين ده هدروساتك بتاعهم ده وده هدروساتك بتاعهم الرقم ده مجموحهم كام؟ الفين تسعمية ستة وتسعين طيب انت حضرتك كنت عاوز اتحافظ على كام؟ ثلاث تلاف متين خمسة وخمسين يبقى الهدروساتك اللي معاك اطراحه من الضغط اللي انت عاوزه على الس سي سبي يدديك الضغط الصفحي بقى متين تسعة وخمسين طب هو كان في الاول يا هندسة كنا كان متين وتمانين يبقى لو ما ضخينا عشرين برميل كلمة التقلي بقى متين تسعة وخمسين طيب نفس الكلام بتعني اتكلم على بعد عشرين برميل من الكلمة تدخوا قلي من متين برميل متين تسعة وخمسين زي الفل المنشكرين طيب التومج بقى العشرين برميل اللي دخلوا دول دخلوا وطلع مكانهم كم? طلع مكانهم غاز. هم العشرين برميل دول كم ادم? عشرين عا التوبين كباستي الدك الفينتو مية تمانية وسبعين. طب هو الغاز كان كام? الغاز كان تلت تلاف. اهو الغاز كان تلت تلاف. يبقى انت عندك مية وعشرين ادم غاز. و الفين تمانية وسبعين. آآ كمبليشن براين. والباقي زيت. زي ما هو الاربعة تلاف زيت. طيب. يبقى الاويل. في هات بريجر. المية اتين وعشرين دول بتوع الغاز عاملين كام? عاملين احتاشر بيصاي. حلو كده. يبقى احتاشر بيصاي هيدروستاتيك الغاز جوه التيوب. والف وربعمية هيدروستاتيك الايه الاول. وبالتالي فيه كمان الف وربعمية هم الف وربعمية فوق همت. اه فيه الف وربعمية اللي هم هيدروستاتيك البرائن. واحد يقول احسن انا هندسك. اقولك اضرب لي 2878 اضربهم لي فيه كان في الكمبيليشن برايم واضرب لي 4000 فيه هجوساتك بتاع الزيت واضرب لي 122 في الحبة بتوع الغاز في جليد انت الغاز يبني عندي جهوة تيوميجي دوقتي الثلاثة مية اتين وعشرين ادم غاز في الجليد انت بتاع الغاز انتك اعتشر بيس صار واربعة تلاف ادم زيت انتك 1400 عمين والعشرين برميل اللي دخلوا من عاملين مية اتنين وعشرين عاملين كم يا جماعة طبعا سقفوا مع بعض كده هنون العشرين دول عاملين انتفاعة دية العشرين عاملين 2878 ضربناهم في الكمبيليشن جريديانت داك 1223 دا كده هيدروستاتيك البرايم جوة تيوم وده كده هيدروستاتيك الغاز وده كده هيدروستاتيك الزيت جمع التلاتة اهم تلاتة اهم وترحل اللي تعاوزه عند الاسي اسي دي يبقى انت عندك البرجر بعد عشرين برميل هاي بقى ستمية واحد وعشرين بيس صار طيب طبعا كانت جماعة هم بتقولكوا تذكرونه كويس وتنقشوني اللي انتفاهم حاجة ينقشني فيها تاني يبقى انا بعد عشرين برميل بقى عند اتنين تلاتة في البرجر في البرجر اللي هو برايم ارتفاعه كان ارتفاعه عشرين على الكباس بتاع البرجر دا اتربطه في البرجر دا ده هيدروستاتيك الغاز جبته ازاي يا عمه والغاز كانت تلات تلاف طلع منهم العمق ده داخل برايم وطلع غاز يبقى لك مئة اتنين وعشرين ادم بس مئة اتنين وعشرين في جريديانت الغاز يددك احد اشر بيس صار والزينك مربع تلاف زي ما هو باش حاجة منه طلعت يددك الف ورمعمية جمع التلاتة وطرحهم من الضغط اللي انت عاوزه يبقى البرجر يبقى ستمية واحد وعشرين بيس صار حاجة مش فاهم حاجة في خطوطين دول ارجاحهم تاني معاك يا جماعة مين عايزنا راجح حاجة برحلة من المراحل دي تاني مين يا جماعة عايزنا راجح حاجة من المراحل دي تاني طيب انا كده كده اعطلوكم الحاجات دي ولو حاجة مش واضحة اتكلموني تاني حاطروا فيها غلطة في الكلبولشان والحاجة ولولي يعني طيب هنا بقى الفكرة الهندسية شوية الهندسية هيبقى كان لما يكون الغاز يخرج الغاز ثلاث تلاف ادم هيخرج ثلاث تلاف ادم من الهندسية وهيحل ما كانهم ثلاث تلاف او ثلاث تلاف براين في الجريد التاع البرين يبقى ضغط البرين والاربعة تلاف زيل زي ما هم بألف ورمعمية هجمع الاثنين دول وترحم التلاث تلاف بكير خمسة وخمسة يددينك الضغط بتاع التيوبين بعد ما كل الغاز بيتطلع طيب وضوي دي تاوليوم وفكيل في لوط بامبت لما الكيس يوصل مين هنا بقى بالعكس حتة فان ريكا كده يقول لك ايه؟ هو التيوبين جيبريجر هدخ كم مرميل لما الضغط يقل البيت بيه ساي هو الضغط كان كان في الأدرس في الأول الضغط كان مية وتمانين طب لما اقل المية معنى كده ان نقص كان نقص ثمانين الثمانين دول هجبهم ازاي؟ اعرفهم ازاي؟ بص بقى سيد انت عندك الثمانين بيساي دول كان عندك الأدرس كان كله براين اللي هو بوينت اربعة اثنين خمسة دخل عليهم حبة كيل فلاوت بوينت اربعة ستة خمسة وزاحوا الحبة من البيت بوينت اربعة ستة خمسة حلو جدا يبقى ان اصدلوقتي فيه شوية كيل فلاوت وفيه شوية براين طيب الفرق بين الجريدية انت تعال الاثنين كام؟ طرحنا الجريدية انت اده من ده اده بوينت او اربعة بيساي لكل ادم يبقى كل برميل كل ادم بيدخل بيطلع براين ويخش مكانه كلمت هيبقى فيه فرق في الضغط بوينت او اربعة بيساي واحد قال لا مقرب تفهم قلت له هتعمل ايه؟ قال لي هاترح المية والتبانين بيساي نقص مش ممكنهم مية واتين وتمانين بقوا مية اسف كيف فرق مية وتمانين مش تمانين مية وتمانين نقص مية بقى مية وتمانين مية وتمانين دول هضربهم في البيساي برفوت يديك كم ادم؟ يعني انا عندي ده بيساي برفوت فرق للتين جريدين ضربتهم في النقص في الضغط اللي هو مية وتمانين ادك اربعة تلاف وخمسمائة ادم هيحل فيهم كلمت مكان الكمبليشن براية الهر ما اعتف خمسمائة دول يقوموا كان برميل في الانولاس قادر اقولك ببساطة ما اعتف خمسمائة في الانولاس كابستي يديك مية واحد وعشرين برميل لبقى انت يا حبيبة تتعب هتضغط مية واحد وعشرين برميل في الانولاس لغاية ما الضغط يقل المية وتمانين بيساي وبالتالي الضغط يقل من مئة وتمانين لماذا؟ قاسب من مئة وتمانين لماذا؟ طيب. يبدأ يا جماعة بتاع الريفرس. هرجع كده واحدة واحدة. وعايز. احنا لسا معنا وقت ان شاء الله. عايز حد يقول لي. اول خطوة عملناها. what will be the casing head pressure after عشرين برنيل الاول ثلاثة جيتوبing pressure والcasing pressure. هدود في الاول خلص. واحد يرى لي هدودية. هو الكل fluid. في الاول خالص كان الـ ''الأولِس مليان كمبيلشن براين، وانت كنت عاوز تعاوز على ضغط كام في الانراس الذي هو الكل مد في الـ. إذا كان عندك الهدروستاتيك براين بس. الـ براين بداعه كام? بوينت اربعة اثمين خمسة في سراع تلاف. طرحنا من الضغط المطلوب توقيعه على الاس اي اس دي يبقى لك ماتين وتمانين. انا اشعطي لكم اول جزء اهو. عايز حاج يقول لي التوبينج حسبنا ازاي الضغط عن الداة السيركوليشن. من يقول الختة دي؟ حد يا جماعة يعرف يقول التوبينج برجل حسبنا ازاي عن الداة السيركوليشن. هقول لكم بساطة. هيدلوستاتك الغاز وهيدلوستاتك الزيت في اول السيركوليشن. وطرحناهم من الضغط اللي انا عاوزه ويبقى مطبق على الاس اي اس دي. بس رح مديك الف خمسمية خمسة وتمانين. طيب. مطلوب التاج. ده حجم الديوب وحجم الانرس. نتحتاجه دلوقتي خلص بس حسابات كده. الكيسنج برجل هيبقى كابع لمطلوخ عشرين برميل. عشرين برميل في الانرس. معناهم عشرين برميل الكلمة. والانرس اصلا كان فيه براين. يبقى عندك براين وكلمة. الكلمة كان عشرين برميل. والانرس كله كان كامي عام كان مية اسعة وتمانين. يبقى الكمبليشن باقي منه كان مية اسعة وستين. والكلف اللي هو كان عشرين. نقسم كل واحد منهم عن الانرس. جبنا الاتفاعة. دربناه في الانرس. اديك الضغط بتاع كل واحد منهم هيدلسك. طرحنا المجموع الضغط دي من الضغط المطلوب اقاعه على الاس دي في الامرس. ادي لك الامرس بعد البداية بعد عشرين برميل اصدر. طيب نفس الكلام. تيوبين جهي برميل كان بعد مضخ عشرين برميل. هقول لك سهل قوي. انا دخل عندي عشرين برميل. جوة 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 من جوة تيوبين. اشوف ارتفاعهم كان. طيب وبعدين تعالي كده اشوفهم مع بعض. عشرين على تيوبين كمسته يديك الفين ومائة تمانية وسبعين ادم. يبقى الضغط بتاعهم كان الفيت في الجريدينت تاع الكمبليشن براين. دا كالفينتين تلاتة وعشرين. بتاع البرين. العشرين برميل براين يدخل جوة تيوبين. طيب الزيت او الزيت متغيش اربعة تلاف في الجريدينت. طب والغاز الغاز كان هو تلات تلاف شنه منهم الدبس ده يبقى لك مئة اتنون وعشرين ادم. يحملوا كان بيس صاي? احتشر بيس صاي. يبقى جمع هيدروستاتيك الغاز مع هيدروستاتيك الزيت مع مع هيدروستاتيك العشرين برنيل اجمعهم بالتلاتة واترحهم منين? من الضغط المطلوب يقارع الاساس دي في تيوبينج. يدقالة 621 ده الضغط بتاع تيوبينج بعد ضخ كان بعد ضخ عشرين برنيل. طيب المطلوب اللي بعد كده تيوبينج هيبقى كان لما كل الغاز يخرج. لما كل الغاز يخرج عايز تيوبينج برنيجر. اصبح تيوبينج فيه حاجة تلات تلاف ادم براين واربعة تلاف ادم ايه? زيت. تلات تلاف براين اهمت واربعة تلاف زيت. جامعنا هيدورستيك بتاعهم وطرحناهم من الضغط اللي احنا عاوزينه. يبدأ بعد ما ضخينا بعد ما كل الغاز يخرج. اللي هم حجم الغاز كله. واحد يقول لي هو حجم الغاز كم اولى بص او عايز تجيبه موجود او جائزة. حجم الغاز كنا هرسمينه كم برميل? الغاز عشرين بوين تمانية خمسة برميل. تمام? عشان كده قولنا العشرين برميل كان لسه فيهم مئة او عشر ادم غاز. طيب واحد يقول لي المطلوب الاخيري عم انت عاوز تحسين ايه? الحجم اللي اضخه كام لما كيسنجي برجر يقل لمية. هو كان كام في الاول كان مئين وتمانين. قال للمية. قال للمية. لما نقص كان مئة وتمانين. المية وتمانين دولهم مفرق الواسد بتاع من الكلمة. طيب. هو فرق الجريدة بتاعهم كان بوينت اربعة ستة خمسة بوينت اربعة نين خمسة. اديك بوينت او فور بيستيل كل ادم. حلو الكلام. وانا عندي المية وتمانين بيستيل فرق دول. المية وتمانين بيستيل دول ايه? بيستاي فرق. هقسم بيستاي على بيستاي برفوت. يبقى ايزا الفرق ده محتاج انك تضخها اربعة تلاف وخمسمية ادم كلمة في الانرس. اللي هم يعملوا حجم ادي يا سيدي اربعة تلاف وخمسمية في الانرس كباستي يبديك مية واحد وعشرين برمية. وبدأ الحجم اللي انت هتضخه لما الانرس يقل من باتين وتمانين لماذا؟ اه مين فيني بيقولي حاجة دلوقتي؟ لسه معنا وقت اللي عاوز يفهم بيقولي علشان نخش دلوقتي على مسألة جميلة جدا هنحلها مع بعض وبكالكم كاكسرسايز. هبعطلوكوا برسمة بقى جهزة ما فيهاش ديزاين زي كده. اه انا عايز بس واحد يقولي زي حسبنا ضغط تيوبينج. ضغط الانرس عند بداية واحد بس. مين يقولي يا شباب? ضغط في الانرس كنانرس ماليان ايه؟ طيب انتو بقولي. مين يقولي في البداية كنانرس ماليان ايه؟ براية كنبريشن فلاو ديه. طيب بحسب هادروساتك بتاعه ازاي؟ جريديان في الدبس. الدبس في الجريديان. بس. طب انت عاوز ضغطي بعد الس اس دي كان تلات تلاف مدين خمسة وخمسين جبتهم من ايه؟ اللي هو الكلمة اطلب امال البير في الدبس بتاع الس اس دي. طيب الهادروساتك ده ناقص ده يديك مدين وتمانين ده الضغط بتاع الانرس من البداية. طيب ضغط يوم يجي في البداية يجي يقولي حسبناها ازاي؟ هاجيبت بتاع الجاز والايل. بتاع رمصة? وهناقصهم من البريشنة. بالضبط الرافع عليكنا انتو ان شاء الله عليك اولا. طيب. الضغط بتاع الكيسي جيه مكان بعد مضخ عشرين برميل من الكلمة. انا حسابها ازاي? هشوف. ضغط الكيسي جيه بعد مضخ عشرين برميل من الكلمة. احساب احسابها اللي هاي ادي بتاع العشرين اه عشرين برميل. اناقصهم اهم سبعمية واربعيون هدب اهم سبعمية واربعين هده. تمام اه هضربو ف الجريد ادنتي بتاع الكلمة وهاجب بقى? اهو عليك. هاجب بقى الديبس في الجريد ادنتي بتاع الكمبيليشن في اللي. اهو اهو برافو عليك. وبعدين بعد ما جمع الابنين دول اهو بتلعو مضمحهم سبعمية واربعين وستراف باستين. اه ماتلادي كنتفي عجلق سأنا جيبت الحترة الى اللقاء هتراحهم بقى من البرشرة الى الركوارد البرشرة اللي انا عايزه برافو عليك يا هندسة برافو عليك ممتاز هتراحهم بقى مهومة 940 و 340 واتراحهم من ال3 إلى 355 يديلك ليه هندسة يديك الـTubing Bridger بعد 20 مرمية والله ممتاز يا هندسة طيب طيب بعد كل الغاز يخرجي هندسة من يقول لي بعد كل الغاز ما يخرجم هيبقى الـTubing Bridger هنجيبه ازاي هيبقى عند الـOil والـBrine جوه الـTubing ماشا عايزة حد هندسة بقى غيرك يقول الـOil والـBrine مين يقول يا جماعة؟ ونتراحهم من الضغط المطلوب يديلك الضغط المتوقع على الـTubing طيب اخر مطلوب ده هو اللي فيك ركاية كده عايزة حد يجيلك هندسة بقى ليه بالدسة قول هندسة مين بيتكلم يا جماعة؟ اسمه بس ويقول هانا؟ حد يا جماعة يقول اسمه بس ويقولنا عمل ايه؟ قولي هندسة هنامي ليه بس معناكش؟ كل الناس مطلوبة في الحتة دي مين حدش عارفين بتعمل ازاي؟ او لا طيب قولي هندسة فقط او انا عادي احسب الفوليوم لما عند ينزل لا لما الضغط يوصل لما الضغط يوصل لما الضغط يوصل فحشوف الفرر هيطلع ميتانو وتمانين ناقص مية معي مية وتمانين اه انا الضغط معي هيقل مية وتمانين بيتس صح؟ انا هدخ حجمه معين من الكل يزيح حجمه معين من البرين والضغط في الامس يقل مية وتمانين معناه ان فرق الاثنين في حجم قد ايه؟ ينزلك الضغط مية وتمانين دول تمام فبعمل ايه؟ بطرح للتين يديني بيتس ساي برفوت وانا عايز الضغط يقل مية وتمانين مية وتمانين بيتس ساي يا جماعة عبدالعور يا مهدسين لما اسم مية وتمانين بيتس ساي على بيتس ساي برفوت يديك ايه؟ بيتس ساي مع بيتس ساي ومقام المقام بس اتباع لك فوت اتباع لك فوت اهو الفوت ده عايزه يبقى كام حاج بكمبر منها دخول فادرقوا في الان نص ايه؟ كبس بس يا جماعة موضوع مصيف تمام كده؟ طيب ان شاء الله اعطوكم جماعة المسألة دي محلولة عشان تشوفوها وتفكروا فيها وتقولوا مع بعض كده وتدرسوها ولو في اي مش عارف يفهمها يتكلمني تاني 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 ورابع معكم الرقم بتاعي زيلة عشر ستتمية واربعين اثنين ستة تلاتة تلاتة وحد تكلمنيً Yuri Oats في أي وقت حتى أمرك تشرح لك أي حاجة زيلة عشر ستمية واربعين اثنين ستة تلاتة تلاتة وحد وثى تابت ما لعملكم танد واضس أواط ماشي خلاص هو بصى تابت ما لعمل لكم كمان عملوا برقم كان عمل وسيدي برقم مش عالق مش عالق مش عالق طلع رقم بس مومين فيه جلو واتسم تضفتو عليه كلوم يعني ان شاء الله ممكن نشوفه مع بعض لا ده 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 جروب واتسم تاع الشغل معناش ناس اللي جابه خلاص يعني انا الرقم اللي اتهلكو هتبعطو فسنة واتس عليه وهي يأكلون جروب واتس وان شاء الله هنتكلم مع بعض عليه بتفصيل عشان رحالقا عنده مشكلة في الموضوع قبل بس ما نخلص حوريكوا اللي انا قلته ده لما الـ ADBCF غيرت الاسئلة بتاعت الـ Intervention للمسألة التي تتهلكوا دي الناس على مستوى العالم كلها صدت مجتهد امانة يعني مهانسين على مستوى العالم يعرفوش يفهموها وصيطه فيه فرجع التاني الـ ADBCF للفكرة القديمة بتاعتهم المتبسيطة اللي هو يجيب لك بير بلاند جاهز مخووش اي مشكلة حوريكوا شكل المسألة الثالثة اللي هما بيجيبوها ومقربها سهل قوي ورجع التاني الناس قالوا ما احنا مش عارفين نحل لها حاجة فلو سمحت رجعونا الـ ADMU تاني. راح اجابوا المسألة الـ 11 و 11 و 13 دول اهم تبص كده. بص بيقول لك دي مسألة هيت اسمة سهلة جدا جدا. طبعا ما فيش فيها اي حاجة بسيطة قوي قوي. آآ دي ان شاء الله همشترحها مع بعض النهاردة. وبعد كده همعطلوكوا المسألة التانية آآ واجب. ليه ان شاء الله. عافوا لو كان اللفظ يعني ما يلقش بقامكم. آآ تيوبينج تلاتة ونص. حلو. حلو يا شباب. الويت بتاعها كزا والكباسة بتاع تيوبينج والكيسنج هوت والويت والكباسة بتاع الكيسنج كله. ودي الانلس يا جماعة الانلس كباسة. لكن دي الكيسنج كله. بغير مواسير. وقالك هنا. دقينا اليها البيت escrupس 9 والاير بوينت 3 خمسة والجاز بوينت واحدアثنين. وبعدين قالك ان الترانسيشن زوم عند 4 تلاف. بقى ان دي كان 4 تلاف غاز. و و wszystkieife 600 زيت. لان سبعة اربعمية وخمسين. منهماربعة تلاف جاز يا بقى الاب Lewis Dante of Sun. ا suiv by Dame的 Schaderز يبقى الباقي دوات 해� само pis будутwa Neymand Z energ neste Jessica 보�iment на Sثanjple as well. وثلاثة ومية وخمسين ده ايه زيت. وبعدين مش محتاج انت بتاتة دي كلها في حاجة خالص دلوقتي. قالك ان انا هاقتل بكلمة بوينتي خمسة اتنين وانا بقتل احافظ على انتين باس اي اوفر بالانس. احافظ على انتين باس اي اوفر بالانس. وراح رسم لك المسألة هي مرسومة وجاهزة وزي الفل لدي. ولسي سبعة ومية وخمسين. وكمان حط لك الحسابات كلها يا عم هو مش تحسب اي حاجة. بعد كل حجم بيضخه. اداك التوبينج هيبقى كام والكيسنج هيبقى كام. ونقطة الجراف اسمها ايه. والحجم اللي بيضخه كام برميل اللي هو في الاول ده. يعني مش بطلوب منك. بس ان انت ايه تاكل الموزة دي وخلاص ايه متأشرة جالسة. هنا في كان التوبينج كام كان التوبينج ألتس الف ترمية خمسة وستين اهو. هنا الغاز خرج يا جماعة. هنا الغاز خرج. ده حجم الغاز تائمي salat 30 برميل او 3造 30. بالفجم الغاز خرج. وبعد resin ذات حرج. واحد يحدث 되는데 لو اعجبك ان advance تعرفت اع très حجم الغازة.室 muscles 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 muscles. ادرب 4000سم muscles مهالم للحمل بالأسفل lên فيها في حجم الغازة. ثم 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 vier deep 5450 Surely, بلبي له حجم الغازة على حجم الغازة. مهتم انطلق المترجم الثبذاب ب исторماليج. ده حجم الغاز ثمه sacون الغازة. هنا في الزيت خرج. هنا المرحلة الثالثة اللي هو براين يدخل و براين يخرج فاكر لما كنا نتكلم على الربيرز وفضل الراجل محافظ على 200 و 200 و 200 و 200 و 200 و 200 و 200 محافظ عليهم باللتشوك بات بريجر لغاية ما الكلف لوت كمبلتلي في الزيانرس وهي مرحلة الأخيرة وبدأ يخش على تيوبينج في الحالة ديت بدأ الراجل يخفف الضغط العكسي من اللتشوك براين لغاية ما قتلنا البير وضخينا 250 برميل منهم منهم 62 برميل حجم الغاز والزيت والباقي ده كله حجم الانولاس او ممكن تقول الحجم الانولاس عبارة عن ايه 188 اهمت لان ده الحجم اللي كلمات ما لا الانولاس فيه وهنا اول تاني مطلوب يقول لك اول مطلوب بس الوقتي يقول لك بعد 62 برميل تضخوا ليه تيوبينج بريجر فضل ثابت لان تيوبينج مليان بوريجنا الكمبيليشن براين والهيدروستيك فضل ثابت ما تغيرش اهو بعد 62 برميل فضل الضغط تيوبينج ثابت لان تيوبينج بريجر فضل ثابت لان تيوبينج مليان بوريجنا الكمبيليشن براين الغاز والزيت خرجوا الاثنين الغاز والزيت خرج وهو تعالى هنا كده الغاز خرج اهوت والزيت خرج وبدأ المواسير مليانة كومبيليشن براين يدخل كومبيليشن براين من هنا ويخرج من فوق خلاص الغاز والزيت دول خرجوا خلاص دي مرحلة بمراحل اللي كنا بنتكلم عليها في الغاز طيب ستقول لك هو الحجم كل بتاع الانولاس كام اقول له عام الحج الانولاس ده هو الحتة دي لان النقطة دي هي ملا الانولاس فهو 188 برميل او هو الحجم الكلي ناقص حجم الغاز والزيت ناقص حجم يوم يعني 250 ناقص 62 برده هيديك 188 واحد يقول لي عامل انا عايز اخدها كده ولا كده انا عاوز احسابها وتقول له عام تسعرش انت هتخد الانولاس كباستي عندك كان بوينت او اتنين خمسة اتنين اضربها لي عامل في السبعة تلاف ربعة ومية وخمسين بتاع الاس اس دي طرح من ديك ال 187 ونصة و 188 ما اي طرق تعجبك انت كده جبت حجم الايه الانولاس يبقى المطلوب دوت حجم الانولاس كان 188 اول تاني تجيبها منع الجراف 188 او الحجم الكل ما بس الزيت والغاز او تحسبها حسابين ما بيش اي مشكلة المطلوب اللي بعد كده ما بين موتد سي ودي لو خلناه مية وخمسين مكان مكان ميتين واتنين هو الراجل اصلا كان اقيل لك في الكيرنج ان هو محافظ على كامل ميتين لو حسبتوه مع اللي من دولك ده هتلاقيه محافظ على ميتين فعلي طيب فلما الضغط يقيل للمية وخمسين ايه المطلوب هنا في المسألة هل هيبقى البيض under balance لا طبعا مش under balance ندهو الحافظ على متين over balance فلما يقيل مية وخمسين برضو معا over balance مية برضو over balance خمسين برضو over balance بإذن الله ده غلط بدي فولس فين النقطة يا عم الـ كل الغاز خرج كل الغاز خرج عند نقطة B بس كده ابان ارعيك انا نتسأل قال ده منتاز بس ادي المسألة ببساطة انا بس سبت اول مطلوب في المسألة اقول لكم عليه وبعدين اسمكم تفكروا في المسألة التانية يا بوبورك وطبع مسألة التانية مختلفة شوية لان الكلمة خف من فموك ان شاء الله نبقى نشرحها على الغروب اعملكوا record كده message ونقشها مع بعض او نبقى نعمل station ثاني سريع كده لغروب ده الـ عند الـ لما وصلنا عند نقطة C في نقطة C يا سيدي نقطة C هي لما الغاز وزيت خرج عايز ايه يا عم؟ عايز الضغط عند الـ لما الغاز وزيت يخرجوا طيب يعني الـ هو الـ 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 في عمق الـ سبعة لربعة وخمسين طيب هو في ضغط فوق تيوبين كمان ايوة في مدين واتنين على تيوبين جايهم يبقى هضرب في السبعة وربمية وخمسين واجمع عهم المتين واتنين يضيك تلاتة تلاف تنمية اتنين وخمسين ونص بايه السعود يبقى دي يا جماعة المسألة دي هقولهم تاني بسرعة الـ بحس يضطع تلاتة تنمية اتنين وخمسين ونص بعد مدين وستين برميل ليه كان الضغط يثابت هنا ان الغاز والزيد خرجوا وبراين بيدخل وبراين بيخل. يبقى دي نقطة طيب سؤال لبعد كده ايه بتاع القدرس قلت لك اللي هو مية تمانية وتمانين لان هده بدأ يدخل او تقسبها او الحجم الكل نقص الاتنين وستين. اي طريقة تعجبك. طيب النطوب اللي بعد كده لو كان مية وخمسين بدل المتين واتنين. هل هي اللي هي اللي هدير طبعا لا. لان هو بحافظ على متين واتنين افراد فيه النقطة اللي كل الغاز خرج. هي نقطة بي. دعوني اسألكم انا فيه النقطة جماعة اللي خرج فيها. فيه النقطة اللي خرج فيها من الرسل. برافو عليك انا بس. ممتاز. ان شاء الله همعطلككم على الجروض النهاردة بازن الله. المسألة دي المسألتين الكبار. وكمان عشان بتاع حسابات. وتتذكروا المسألتين دول. ولو في المسألة التانية. ان شاء الله بنعمل تانية نحلها مع بعض. او نعمل كده على الهروب بتاعنا. ان شاء الله. انا شاكر اتماعكم. لو حد عنده اي سؤال تحتبروكم في اي وقت. حد اي حد. حاليا او بعد كده عنده في اي نقطة يسألني ما بيش مشكلة. حد يا جماعة يسأل عن اي حاجة بحدي فين حاجة طيب. الحمد لله تمام. انا حسن موضوع. طمام واش مهندس تمام. طمام واش مهندس. فيهبنا بجد يعني ولا من غير مجابلات? الحمد لله. طيب جماعة ده جماعة كده انتوا تعتبروا تعتبروا يعني معاكم تسعين في المية من مادة. فتبقى جهز ان شاء الله بعد كده انت اخد كورس اللي هو قيمة جدا ده هو ADVC Full Intervention. حدك عندنا ثلاث مهندسين ما شاء الله كلهم average 92 في المية يعني. كلهم شوانسين بترون كمان وانسين ميكريكا وقرب ربما ما احترمنا ليهم يعني. فبس شبهين في شركات سيفس وكده. فان شاء الله موفقين. وبإذن الله نشوفكم في مرات تانية ونكمل بإذن الله سيشان تستانية مع بعض. وفي موضيعة تانية بإذن الله. شاكر تمامكم ومصد نصد. ألف شكر. ألف شكر عندس. شكرا. 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 겠습니다. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة